انا هبتدي مع كابتن صديق بالنقطة اللي هو بيسلب علي كان بيكلم معايا فيها كان بيوثني على كابتن شناوي وعلى اي درجة ان احنا بنتكلم على العيب اصيل تعالى نبتدي بالبداية دي شفت الواقع دي ازاي الشناوي طبعا الوقت الوضع الحالي هو رمز من رموز النادي الاهلي وكابتن الفريق وقدوة وبصراحة عمل مواسم كويسة جدا جدا مع النادي الاهلي الفترة الاخيرة الشناوي جالوا عروض كتير يعني واخيرهم من ويجن الانجليزي والنصر السعودي الشناوي طبعا اخلاصوا وتأديروا واحتراموا للنادي الاهلي احتياج الفريق لجهوده الفترة اللي جاية خلاه انه يكون متواجد مع النادي الاهلي ودي ما جاتش من فراغ طبعا النادي الاهلي انت عارف اللعيب اللي يكون موجود في النادي الاهلي بيبقى حظه كويس جدا جدا يبقى ويندمج ويخش مع المنظومة هو ابن من ابناء النادي بقى له فترات كبيرة مثل النادي الاهلي وبطولات ومنتخب مصر فطبعا من الصعب جدا ان هو كان يترك الفريق والفريق فاشد الحاجة ليه فحاجة تحسيب له بصراحة حاجة كويسة جدا 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 ومتقدرة تماما من كابتل محمود الخطيب ومن مجلس ادارة النادي ومن جماهير النادي قبل كل دول اكيد ادارة النادي طبعا كل التأدير والاحترام اللي هو حس تأديره للفترة اللي جاية للنادي الاهلي في احتياجه لكون متواجد فدي في حد ذاته المسؤولين طبعا كلهم سعاداء جدا جدا والمنظومة كلها طبعا رأسهم من كابتل محمود الخطيب أسنع على الشنوي ودي حاجة كويسة جدا داخل القرى الحمراء ممكن كان يبقى فيه اغراءات للعرض اللي جاي والعرض مغري يعني انت بتكلم في النص السعودي يعني بص دفعين مثلا مبالك كبيرة في العيب الجانب أو كريستيانو فأكيد كان يقيمه تقييم يليه بيه كاسمه ويستحقه وهم كان في أشد الحاجة عليه طبعا حارس كبير وكان هيفرق معهم جامد جدا جدا بس هو الاختيار بتاعه ضقيق جدا وعنده رؤية يعزموله ايه للزمن البعيد مستقبلية ليه هو داخل النادي الاهلي دي تفرق معاه جامد جدا جدا سواء مسؤول في النادي سواء مدرب سواء في الإدارة كل حد كلها بتبقى مغزون ليه هو لو كان خد اي كرار وكده كان ممكن يخسر كل حد كلها ترجمة نانسي قنقر